أشهدت الهيئة العامة للاستعلامات بالأداء المهنية الذي قام به مراسل وسائل الإعلام العالمية في تغطية الانتخابات الرئاسية وقال رئيس هيئة الاستعلامات ديارة شوانة إن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تابعت قيام المراسلين بعملهم الصحفية وتوفير التسهيلات لهؤلاء المراسلين الذين بلغ عددهم خمسة مائة وثمانية وعشرين مراسلا يمثلون مائة وعشرة مؤسسات إعلامية بين الصحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية وينتمون إلى تلات وثلاثين دولة من مختلف قرات العالم أضف رشوان أن عمليات الرصد لم تتلقى أية شكاوة بشأن أية عقبات واجهت هؤلاء المراسلين في أداء عملهم أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية